على أنقاض سوريا تزدهر إمبراطورية مخدرات يديرها الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني متجاوزة حجم الصادرات القانونية السورية ومحولة البلد إلى أحدث دولة تعتمد على التجارة غير الشرعية للمخدرات في العالم بحسب نيويورك تايمز على الجهة المقابلة تحركات أمريكية مكثفة خلال الفترة الماضية أبصرت النور مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2023 المقدم من الكونغرس بقيمة 858 مليار دولار والمتضمن قانونا لمحاربة وتفكيك إنتاج الكيبتاجون في سوريا القانون اعتبر تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تشكل تهديدا أمنيا عابرا مطالبا الوكالات الأمريكية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوما لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة القانون المعتمد يقدم الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي عبر منحة مالية بقيمة 400 مليون دولار عراب القانون النائب في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل عبر عن فخره بالإنجاز مؤكدا مواصلة العمل بلا كلل لمنع الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكيبتاغون دوليا القانون الأمريكي يبدو أنه سيشكل تهديدا جديا لأبرز مصادر دخل الأسد الذي يستخدم تجارة المخدرات كوسيلة للبقاء السياسيا واقتصاديا وفق تقرير سابق لمعهد نيو لينز مع تجاوز قيمة تجارة الكيبتاغون في الشرق الأوسط الخمسة مليارات دولار أمريكي خلال عام 2021 وواحد وعشرين